اشتركوا في القناة وقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى رسالة لطيفة وسمها بالوسائل المفيدة في الحياة السعيدة وهذه الرسالة يحتاجها الكثير من الناس اليوم فقال رحمه الله تعالى إن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمن وأما من سواه فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاءهم عليه فإنها قد أتتهم من وجوه أنفة وأثبت وأحسن حالا ومآلا ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنية وحي حياة طيبة ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعاسة ومنهم من هو بين بين بحسب ما وفق له والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فننحينه حياة طيبة وننزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق في الدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسارات التي هي ثمراتها ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن رواه الإمام مسلم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من وائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهايم بجهشع وهلع ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل مشتته من جهات عديدة مشتة من جهة خوفه من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل وإن حصلت على الغرض والتقدير وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر فلا تسأل عن ما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفضع المزعجات لأنه لا يرجو توابا ولا صبر عنده يسلبه ولا صبر عنده يسليه ويهوّن عليه وكل هذا مشاهد بالتجربة ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آت العبادة من فضله وكرمه المتنوع فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤتى القناعة كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتض الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء ومثل آخر إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات تجده صحيح لإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما هو في وسعه من فكر وقول وعمل قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فواده كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف إن زعج لها ضميره وتوترت عصابه وتشتت تفكاره وداخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنه وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت عصابهم وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصاً في المحال الحرجة والأحوال المحزنة المزعجة فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهوينها ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماديه عليه واحتسابه واحتسابه لثوابه أموراً تزداد بها شجاعته وتخفف عنه وطأة الخوف وتهوين عليه المصاعب كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة الله ومدده ما يبعثر المخاوف قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين ومن الأسباب التي تزيل الهمة والغمى والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف وكلها خير وأحسان وبهذا يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عن المكاره بإخلاصه واحتسابه قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير من من صدرت منه والخير يجلب الخير ويدفع الشر وأن المؤمن المحتسب يؤتي الله أجرا عظيما ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها ومن الأسباب التي تدفع القلق الناشئ عن توتر العصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه ويعمل الخير الذي يعلمه إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فإن هذا أدعى لحصولي هذا المقصود النافع والله أعلم ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن فالحزن عن الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها والهم الذي يحدث بسبب الخوف المستقبل فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحق لحصول ما يدعو بحصوله له والتخلي عن ما كان يدعو لدفعه لأن الدعاء مقارن العمل فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان طواه مسلم فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره وجعل الأمور قسمين قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدو فيه العبد أو يبدو أو يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين ويستعين بمعبوده وقسما لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وعلاها حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلاية فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبينما أصابهم مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة بل المكروه والمصائب إذا ابتل الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت معونتها وكان تأمل العبد لأجرها وثوابها والتعبد الله بالقيام بموظيفة الصبر والرضا يدعو الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم رواه البخاري ومسلم فإن العبد إذا نصب بين عينه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جميعا رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافة وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباط بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رآ ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون فيجاهد قلبه عن التفكير فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمهم فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي لا يتخيلها في مستقبل حياته فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال آلام وأنها بيد العزيز الحكيم ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك إذا فعل ذلك إطمأن قلبه وصلحة حواله وزال عنه حمه وقلقه ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر رواه الإمام المسلم وكذلك قوله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رواه أبو داود بإسناد صحيح فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك حقق الله له ما دعاه ورجاء وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه فإذا فعذا ذلك فليسعى إلى تخفيفه ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ويكون بذل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المظار الميسورة العبد فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطين النفس عليها بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته لمقاومة المكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة بالله ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم ازعاجه وانفعاله للأهوهام والخيالات التي تجربها الأفكار السيئة لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه لمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من أسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثار السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله إن دفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحصل القلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من لقوياء فضلا عن الضعفاء وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيته جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه ويتبدل عسره يسراً وترحه فرحاً وخوفه أمناً فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر رواه مسلم فائدتان عظيمتان إحداؤهما الرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علائق واتصال وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك الفائدة الثانية في هذا الحديث هي زوال الهم والقلق وبقاء الصفائي والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلابد أن يقلق ولابد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوقنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة لكن عند الأمور التافية البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم فالحازم يوطي نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله لعانة عليها وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا العاقل يعلم أن حياته الصحيح حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والسرسال مع الأكدار فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار ولا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنوية وبين ما أصابه مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم وضمحلال ما أصابه من المكاره وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوقت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ظرتهم فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا واعلم أن حياتك تبع لأفكارك فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص خلقه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصارك بهم فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك وتعود أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي وهذا من الحكمة وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدر اجعل الأمور النافعة مصبع عينك وعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة الهم والحزن واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليه عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليك الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها فإذا حسمت كل شيء في وقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتدد رغبتك فيه فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة فما ندم من استشار وادرس ما تريد فعله درسا دقيقة فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم